عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب تلت سنوها عاملين يا ابطال يا رب تكونوا بخير بصحة وسعادة. الله مصلى على محمد وعلى الله وصحبه وسلم. نبدأ مع بعض اول جملة ونشوف ان شاء الله هنحل مع بعض اه امتحان عارة تركز معايا يا بطل علشان اه امتحان مهمة جدا. نبدأ مع بعض اول جملة نقول بلولك هنا. بلولك الدراسة لمدة عشر ساعات نانستوب يعني بدون توقف. اه تؤثر على يمكن ان تؤثر على صحتك ايه? العقلية ولا العاجلة ولا شجاع ولا آآ يشعرك بالضغط طبعا هتكون. رقم اتني بقول لك هنا. بقول لك هؤلاء الذين يعانون من يجب ان يخففوا ضغط العمل اللي هما بيحطوه على او بيضعوه على انفسهم. اللي الناس اللي بيشعروا بيشعروا بايه يا شباب الضغط ولا العناية الزاتية ولا الخلق والابداع ولا آآ الندم طبعا اللي بيحسوا به للضغط. اه اه انا ما عنديش وقت ان انا نعمل كل حاجة اللي انا عايز اعملها يعني انا سيء فيه. انا ما عنديش وقت ان نعمل كل حاجة. انا عايزها. تمام? انا ما عنديش ايه شباب او انا سيء في ايه اللي هو تنظيم الوقت او ادارة الوقت العناية او الصحة العقلية ولا سوى الفكرة العناية الزاتية ولا لو السعادة طبعا هتكون انا ما عنديش طايم مانجيمنت. is a state of emotional physical and mental اه اه اكسوسشن. caused by اكسيسيف او اكسيسيف. او اكسيسيف. او اه اه برولونج دسترس. بلك هنا اه الارهاق يعني الارهاق اه الجسدي او المنتل اللي هو العقلي and physical والجسدي والعاطفي. حالة الارهاق يعني حالة من الارهاق العقلي والبدني والعاطفي يتم تسببها بسبب او تنتج عن اكسيسيف اند برولونج دسترس الضغط الطويل او الضغط المستمر والايه المكسف او اللي هو الكثيف اللي هو كتير يعني تمام او المصادر محمد المبالغ فيه تمام ده بنسمي ايه يا شباب? طبعا ده بنسميه يا شباب. محمد اللي هو الارهاق والاجهاد. محمد بدأ ان هو يتدرب بشكل منتظم. ده ساعد ان هو ايه يا شباب? يحسن اه ايه العام عنده كثيرا. هو اكسر يعني اكسر راحة وايجابية الان. يبقى هو حسن عنده ايه يا شباب بشكل عام? طايم مانجيمنت اه ادارة الوقت طبعا لا. مينت الهيلث الصحة العقلية. ولا سيلفي كير الزناية الزيتية ولا والبيينج السعادة والصحة بشكل عام. طبعا هتكون ايه يا شباب? اه من الافضل لصحتك و اه ظروفك الشخصية العامة يعني. لو انت اه لو انت ايه اه وقت لهواياتك والانتعاش او لتجديد النشاط عندك يعني. اه انا عايز اقول لو انت خصصت. بتيجي مع ميك طايم فور. ميك طايم فور على بعدها كده. لا يخصص وقت لعمل شيء معين. يعرفها بعدها كده. مش ولا 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 من المفضل او يعني ينصح به ان انت اه لا يجب عليك ان تشاهد التلفزيون اه كثيرا متأخرا في الليل. ولا ولا طبعا هتكون لان بيجي بعدها الفعل ايه في المصدر. نفس المسال بقولك هنا ايه في الماضي. هنا واحد بيقول له واحد ما كانش المفروض اه شاهد التلفزيون كتير او تشاهده. الوقت المتأخر اه امبارح. هنا زائد هاف زائد التصريف التالت يبقى لهم على فعل شيء او عدم فعل شيء ايه شباب? او عدم فعل شيء في الماضي. تمام? تمام. نشوف البعض كده بقولك هنا لا يشعر او لا يبدو انه يشعر بصحة جيدة. اعتقد ان هو ايه الدكتور? او لازم يروح في الدكتور. شت سي ولا مايت سي ولا كانت ولا قدنت. شهدين فعدين وشهدين فعدين عايز هنا اوجهه النصيحة. والوحيدة اللي بتوجه النصيحة اللي هي ايه شباب? هي شود اه سي اه دكتور. هي شود سي اه دكتور. رقم عارسة ولكن ايو. to get more practice if you want to pass your driving test. انت ايه يجب اه يعني انك تحصل على ممارسة اكثر لو اردت اكتياز اختبار القيادة. اه يبقى must ولا need ولا could ولا had could ما بتاخدش to في to هنا يبقى could مش هتنفع و must برضو مش هتنفع need ولا had ما اتكلمش في الماضي انا ما اتكلم في المضارع يبقى هنا ايه need الفت من المضارع يا مستر يبقى عشان هنا want في المضارع و get برضو فين في المضارع تمام? اه يبقى need to تبقى need to رقم 11 بقول لك هنا ده الدكتور. get here as soon as he can. الدكتور اه هنا بقدر اه مستطاع. عادي اقول المفروض يجي هنا بقدر المستطاع. تمام? as as soon as he can. طبعا هنا مضارع. يبقى had to. مش هتنفع اه حتى لانها ماضي مش هتنفع. didn't have to. مش هتنفع برضو. mustn't. مش هتنفع لان المفروض هو يجي بقدر بسرعة بقدر المستطاع. يبقى must هنا بنصح مش بكبر حد على حاجة. if you are an employee لو انت موظف. you get your employers permission before leaving work. انت لازم تحصل على اذن الصاحب الشور اه قبل ما تمشي. ده الزام خارجي يبقى you have to. have to. تمام? لانها مضارع. had to مش هتنفع لانها ماضي. must. مش هتنفع. مش نصيحة قوية ولا ضعوة حارة ولا اي حاجة. mustn't. مفيش منعه بتاحذير هنا. he went by bus. آآ bought he in his car. هو راح بالاوتوبيس. لكن هو كان ممكن يروح بالايه? بالعربية بتاعته. تمام? هنا باتكلم عن الاحتمالية شيء ان كان يحصل بس ما حصلش. كان فيه اختيار اللي ممكن يعمله. تمام? could go could والمصدر بتكلم عن الاستطاعة اه لفعل او قدرة على فعل شيء ما بشكل عام في الماضي. انما المثال اللي عندنا ده ده بيقولك هو كان فيه امكانية ان الحاجة تتحصل. تمام? مش تعبيرها عن القدرة والاستطاعة. آآ ده مش استنتاج. مش بتكلم عن استنتاج بتكلم عن الاختيار. لم يكن ناجب عليه ان يذهب. لا مش لم يكن يجب عليه ان يذهب. هو ذهب بالباص. فلو قال لك لكن كان ممكن يذهب برضو بالايه? كان ممكن يذهب برضو في السيارة بتاعته. which option isn't a good way to finish an email to a close friend? قل لك ايميل الاختيارات دي isn't لا يكون طريقة جيدة انك تنهي بيها الايميل لو انت بتكلم صديقك المقرب او صديقك يعني اه اه رب صديق لك. تمام? see you soon. آآ ده ممكن اعمل آآ انهي بها الخطابة. وقل لك مش طريقة جيدة. دي ممكن انهي بيها يا مش هتنفع. مع خالص اه احترامنا وتقديرنا لسيادتكم. دي في ايميل رسمي مش مع دي اللي صحشة. دي تنفع برضو مع صاحبي او صديقي المقرب ما فيش اي مشكلة. كلهم ينفع تنمن بهم? لا مش هتنفع. تمام? بنا على طول نروح على الترجمة الاول لانها بتتحل بسرعة وبعدين نشوف الكصة بتاعت الايه? الكصة بتاعت الكطع دي. تمام? كطع جميلة جدا جدا جدا. تمام? طبعا انا حلتها في الاول آآ عشان الوقت بس. وطلعت لك الكلمات الغلط. بقول لك هنا ايه? نحن نعيش في عصر الانترنت حيث المعلومات تسافر او تنتقل حول العالم في ايه? في ثواني. هنا في الاولى الغلط لان لك حول مصر. فقال لك العالم. يبقى مصر مش هتنفع. تمام? وهنا قال لك في ساكم سي نحن نعيش في عصر الفضاء. انما هو لك هنا انترنت يعني مش هتنفع. تمام? بقول لك هنا ايه كمان? and is available to people in more country than ever before. واصبح متاح. للاشخاص في بلدان اكثر من اي وقت مضى. تمام? this has made our lives easier and faster. وده جعل حياتنا ايه? اسهل واسرع. تمام? اه في بلدان اعظم من اي وقت مضى. كلمة اعظم مش هتنفع. هي لك اكثر من اي وقت. than ever before. اكثر من اي وقت ايه مضى. تمام? نحن نعيش في عصر الانترنت حيث تنتقل المعلومات حول العالم في ثوان ويتم اتاحاتها الى الاشخاص في بلدان اكثر من اي وقت مضى. الامر الذي جعل حياتنا اسهل واسرع. تمام كده? تمام. نشوف تانية. there are a lot of jobs that can be done online. يوجد هناك الكثير من الوظائف التي يمكن ان تتم عبر الانترنت. these jobs vary or vary according to the tasks required and suit a lot of people who are currently unemployed. وده مناسب جدا للوظائف دي. اه يعني اقول لك هنا ويعني اه تختلف هزي الوظائف وفقا للمهم اللي بتتطلبها العمل ده. وآآ وده ما بيناسبش او ده بيناسب كثير من الاشخاص اللي ما عندهم. اللي ما عندهمش وظائف حالية. تمام? تمام. هناك القليل. القليل غلط ليه? لأن الكثير من هناك الكثير من هناك مش هتنفع. ولكن الكثير من الوظائف التي يمكن قبولها وما قالش قبولها. هو قال done التي يمكن اتمامها. او التي يمكن القيام بها. مش هتنفع هنا. والكلمة على التعامل معها برضو مش هتنفع. تمام? انه ولكن التي يتطلبها العمل. مش ايه? مش التي اه تعامل معها. الاخيرة غالبا لك هناك الكثير من الوظائف التي تبحث عنها عبر الانترنت. ما قالش تبحث. هو قال يمكن القيام بها. يبقى رقم هي صح. هناك الكثير من الوظائف التي يمكنك القيام بها عبر الانترنت. وتختلف هذه الوظائف فقط للمهام التي تطلبها العمل. وهو الشيء الذي يناسب لكثير من الاشخاص. حتى لك هنا الاخيرة لا يناسب بس يناسب سوت يناسب. الذين لديهم وظائف في الذين ليس لديهم وظائف في الوقت في الوقت الحالي. اه يعني في الوقت الحالي. تمام? ورقم بي برضو هي اللي صح. تمام? في الاولى وفي التانية. تعالوا بقى نشوف اللي بعد كده. ولكن ايه? لا تشغل نفسك بانتقاد الاخرين بدون موضوعية. يعني موضوعية. تمام? تمام? جاب هنا يبقى دي غلط. تمام? نستبعدها ببقى رقم مع السلامة. تمام? كن ايجابيا وعمل بجد وتقبل الاخرين. فلا احد بدون عيوب. تقبل الاخرين. ده عمل بجد. هو ما قالتش احترم الاخرين. هو قالت تقبل الاخرين اللي هي تمام? يبقى مش هتنفع. تمام? يبقى مش هتنفع. تمام يا شبابي. وكده بقى رقم ب ورقم د. تمام? القرض ان اه اغري with other. واتفق مع الاخرين اللي هو قالتقبل الاخرين اللي هي accept. accept others. no one is without flaws. فلوس يعني? او flaws بدون عيوب. تمام? and the important thing is for us to learn from our mistakes اللي احنتعلم من اخطأنا. برضو رقم سيه غلط لانه هو لك teach. teach يعلم. مش هتنفع. هي اتعلم. اللي هي learn. تمام? يبقى رقم د هي الصح. تتم وزارة التربية والتعليم بتنمية مهارات الطلاب وتعزيز روح الابتكار لديهم. ما حصلش طبعا. that ministry of education is interested in developing students innovation. ابتكار. وعايز مهارات الطلاب. وليس الابتكار الطلاب. يبقى ده غلط. رقم بي غلط برضو لانك هنا student skills. مهارات الطالب. المفروض الابستورفي. تبقى بعد الاس عشان تبقى هنا اسم جامع. نبقى الطلاب. يبقى نبقى الملكية مع اسم جامع. تبقى الاس ابستورفي. وليس ابستورفي اس. هنا تقول تبقى مهارات الطالب. انما هو لك فوق مهارات الطلاب. يبقى ده غلط. شفت? ابستورفي واحدة بتغير الدنيا. عليك هنا وزارة التربية والتعليم مش وزارة الثقافة. دي وزارة الثقافة. ان او قال لك فوق هنا ايه? تربية والتعليم. يبقى ده غلط. تمام. ده بالاخيرة ممكن واحد يقولي يا مستور اه اه هنا ناسبقة اللي ايه? اللي بتفكر. يم اعلك يا مستور اه بالصلاة والنبي كده هو قال لك هنا مشاريع. وقال لك هنا مشاريع والنا بروزيكتس مشاريع. وقال لك هنا مشاريع. وقال لك هنا خطط. يبقى شكرا بلانز دي غلط. ويهبت بقى فوق. يهب للدنيا فوق. تمام? غلط. الفرق ايه لما اقول مشروعات التنمية وخطط التنمية? الفرق. فيش اي فرق. انما لما اقول لك وزارة الثقافة ووزارة التعليم. في فرق. تمام? لما اقول لك هنا بيقول لك مهارات الطلاب ومهارات الطالب. في فرق. لما اقول لك هنا مهارات وينوفيشن ابتكاري. يبقى في فرق. انما ما هي الخطط هي المشروعات. خطط التنمية هي هي مشروعات التنمية. فما تصدرش دماغك وايه? لازم تكون فاهم. لان في ناس بتعمل الحوار ده. كتير. كتير بيعمل الحوار ده. تمام? فاحنا ايه? والمعظم كان يقوم ايه لك ايه? اه رقم بي. ممكن كان يختار لك رقم بي لو على حسب الموضوع ده. تمام? يبقى هيدا بقى رقم دي. لان هنا مش مختلفة كتير على او عن تمام? نرجع للقطع مع بعض ونشوف فيها ايه? اول قطعة يا شباب بتتكلم عن قطعة مهمة جدا وجميلة جدا. ولكن ايه? bringing up children is a complex process. تربية الاطفال عملية معقدة. the parents are the child's first educators. والدي الطفل هم اول المعلمين لهم. او للطفل ده. every mistake they made in bringing up their children. كل خطأ يرتكبونها او يقترفونه في تربية او تنشأة الاطفال. is a battle lost. تكون معركة خاسرة. in the fight for a better future. in the fight. في الايه? في القتال اللي يعني تشكيل او انشاء مستقبل افضل. يعني لو تعلموها غلط ده مش هيساعدهم خالص في المستقبل. بل هيبقى صعب جدا ان انت ايه? تغيروا في المستقبل. children should be armed with good to become good citizens. جميلة اول جملة دي. يجب ان يتسلح يجب ان يتسلح بي. يجب على الاطفال ان يتسلحوا بي. او يجب آآ ان يسلح الاطفال بي الايه? الصفات الجيدة ليصبحوا مواطنين جيدين. تمام? تمام. during the first year a baby needs a lot of motherly care. اثناء السنة الاولى الطفل الرديع ده بيحتاج يعني عناية آآ من الام كتير جدا. he has to be fed. يجب ان يتم اطعامه. he eats often. في معظم الوقت يكون بيأكل. and his food is usually آآ usually different from the adults. والطعام بتاعه طبعا مختلف عن طعام البالغين. for this spirit for his spirit to grow normally. آآ ده جزء الجسدي اللي هو الطعام وكده. طب والجزء اللي هو الروحي. عشان ينمو بشكل طبيعي. بيبولك بيحتاج ايه? he needs someone to dot on him. بيحتاج ان شخص يحبه و ايه? ويعجب بجدا. to think that he is the most wonderful in the world to make noises and baby. آآ بولك هنا ايه? to think that he. لكي يعتقد ان هو احسن واحد او افضل آآ واحد في العالم يعني. to make noises اللي هو بيقوم بآآ حيث يقوم بالآآ اللي هي الضوضاء وكده. and baby talk to him to hug آآ and baby talk to him to hug him and smile at him. آآ انك تكلمه وتحضنه وتبتسم في وشه. and to keep his company during آآ وكفال آآ وانك ايه? keep his company يعني كمباني هم الشركة هنا مرافقته. وانتوا رافقه او تفضل جنبه يعني وتفضل معاه. during آآ وكفال آآ اللي هي فترات الاستيقاظ عنده. يعني لما يكون صحي تقعد جنبه وتلعبه وتحضنه وتبتسم له وتقول له يا جميل يا اسوليك الحاجة دي يعني حبيب بابا. in big families في العائلات الكبيرة بقى children are not always given do care. الاطفال في الغالب اوعى. دائما لا يتم منحهم العناية الواجبة. do care يعني العناية الواجبة. is liable to be neglected. معرض اللي هو ايه? او عرض liable to. يعني الطفل معرض لي. ان يكون مهمش او يعني مش مهمش اللي هو مهمل. تمام? او يتم تجاهله. by the mother. بواسطة الام لبعا. because she is either busy. يعني هي مشغولة. or has many other children. او عندها ولد تانيين بتهتمي بيهم. to care for عشان تهتمي بيهم. this infinite has a الرضيع whose mother can't take care of him. التي لا تستطيع الام ان تعتني به. during the day time. اثناء اليوم. needs individual care. يحتاج الى غناية فردية. whether it is in his own home or someone's else. سواء في بيته او في بيت ايه حد تاني. it may be relative. ممكن يكون حد من اقارب. neighbor. حد من grand. or a friend. او صديق whom the other knows and has confidence on. اللي هما بيثقوا فيه. وايه? اه صديق مقرب للعلا يعني. if a new maid or if a new maid or a nurse is to come to the house. لو maid اللي هي خادمة او nurse اللي هي ممرضة. اه ممكن تيجي للبيت. mother should know her well. الام يجب ان ايه تعرفوها جيدا. لازم تكون عرفها كويس. before she leaves the baby in her care. قبل ان تترك ابنها الرضيع في غنايتها. nearly all working mother. تقريبا كل الامات الامهات العاملات. الامهات اللي بيشتغلوا يعني nowadays take their children to nursery. بياخدوا كل اولادهم اه بيودهم الحضانة في الفترة بتعطي للشغل. sometimes the nursery isn't too good for them. احيانا الحضانة دي بتبقاش حلوة للاطفال. the care there is اه اه ولا اللي بقى the care. العناية هناك there is mechanical rather than warm hearted. تمام. ولكن العناية هناك اه ميكانيكية. بدلا من اللي هي تكون ودودة وعطوفة. يعني هي اه بيأكلوه ويشربوه مسلا لو هيغيرولو بيعملولو بس. تمام? وبعدين هي تروح بقى تقعد في قدوتها تقعد على التليفون ومش عارفة الكلام الفاضي ده. انما العلاقة تربية الطفل لازم تكون مليئة بالمشاعر والحب والود واللي هو التلطف تفاهم والحنية زي بنقول. تمام? يعني الطيبة والود. او هنا اه يعني ودود او عطوف او طيب هنا صفة تمام ولكن هو ده المعنى اللي هو المقصود يعني. there is too much risk to or of epidemics of colds and other infected diseases وهذه الاماكن دي بيمكن تكون عرضة او يعني يعني الاطفال فيها معرضين بشكل كبير جدا للاوبئة مثل البرد والامراض المعدية لان بيبقى في اطفال كتير في المنطقة دي او في الحضانة مثلا فممكن الابن او البنت الصغيرة دي تصاب يعني حد عنده بعد مساء المعطس كل السنوطة طيب بقى في الحضانة كلها لمدة اسبوع تفاهم فمش حلوة فلازم نعتني بالاطفال تمام البراقراف التالت بيتعامل مع ايه تعالى كده انا شوف البراقراف الاول فين ده واحد دو تمام اللي هو بتاع العائلات الكبيرة ان الاطفال ما بياخدوش ايه ما بياخدوش عناية كافية تمام الاطفال الصغار بيحظوا بعناية مثالية في العائلات الكبيرة طبعا لا على عائلات الكبيرة بتدعم الام اللي تحصل على وظيفة جيدة ما اتكلمش عن الحوار الوظائف ده مفيش عناية كافية وجيدة للاطفال في العائلات الكبيرة ايوة هو كان بتكلم ايه ده ايوة هو كان بيتكلم عن الموضوع ده امام ان يكون عندك عائلة كبيرة ده ميزة انك تربي الاطفال لا ده حاجة يعني مش افضل حاجة يعني الفكرة الرئيسية في الفقرة دي الفكرة الرئيسية ايه اللي هي الطفولة افضل او اهم مرحلة في حياتنا طبعا اللي هي الممرضات افضل من الامهات لا طبعا ايه بتستفيد من اطفالهم بالمال طبعا لا اه مهاش لك الموضوع ده خالص بتفيد اولادهم بالمال يعني امهات العمال بتفيد اولادهم بالمال هي بتفيدهم اه لكن تمشي الفكرة الرئيسية اطفال دائما مشاغبين و اولاد الادب طبعا لا طبعا هي هتكون رقم ايه شباب هتكون رقم ايه هي اللي صح ان دي فترة مهمة جدا في حياة الاطفال الطفل بيتعلم اكثر من ها than from others بيتعلم من مين اكتر من الاخرين يعني بتعلم مين من اكتر مدرسينه طبعا لا اصدقائه طبعا لا وان كان اللي هم كل واحد يعني بيتعلم منهم حاجات تيفي والراديو طبعا لا وان كان بعض طبعا الاكتر مين بقى parents at home الوالدين والمجتمع مجتمع الصغير اللي هي الاسرة اللي هو عيش فيها لزيك لازم تكون كل حاجة مزبوطة ما ينفعش الابة والام يشتموا كتير او يشتموا قدامهم ما ينفعش يتعصبهم ما ينفعش فيعملوا عادات وحشة قدامهم تمام? حاجات زي كده اللي لازم يعملوا الحاجات الكويسة يتعاملوا بصبر يتعاملوا بهدوء يصلوا قدامهم يعملوا الحاجات الجيدة يصحوا بدروا يناموا بدري ما يتفرجوش على التريفون كتير وهكذا لان الاطفال يعني مراية اللي بيتعمل بيظهر فيه انت بتعمله بيظهر فيه بالزبط من اقوال وافعال ومعتقدات حتى فانت برضو تخلي بالك من حتة المعتقدات والافقار اللي انت بتعطنكها ولازم تكون جيدة جدا عشان طفلك ابنك وبنتك هيجو زيك بشكل كبير جدا وفقا للفقرة الاطفال العائلات الكبيرة بيمنحوا اي لاطفالهم اي شباب يعني الواجبه بكوشن تحذير ريجارد اه ريجارد يعني يعتبر ولا نو كير لا يمنحهم اي عناية مش نو كير بالزبط يعني لا هم شوية وشوية تمام بس مش الكافية يعني تمام بتشير اليمين طبعا كيف تشير لي اه بيبي اه اه دوت اون دوت اون هنا معنى اي شباب ادور ولا هيت يكره ولا اجنور يلجاهل ولا اللي هو يعني اش ما از طبعا هل كان ادور لانك بتكلم مع الطفل اللي هو اللي لازم تلعبه وتبتسامله وتحضنه والحاجات اللطيفة الزريفة دي كلها اقول لجدود ويفكر للفقرة is it is it useful to the young children to have a working mother or not ويفكر للفقرة هل من المفيد ان يكون للطفل او الاطفال الصغار ام عاملة ام تشير جاني ولا لا اعتقد لا yes because his working mother can look after him properly نعم لان الام العاملة يمكنها ان تعتني به بشكل مناسب وبشكل كبير لا هي في الشغل هتعتني بازاي yes because broken mother has much time to spend with him هي في الشغل هتلاق وقت كبير تقدمها عزاي no because this young child will pay the bell لا مش مفيد طبعا لان الطفل هو اللي هيدفع الفطورة مش فطورة فلوس لا فطورة اللي هو مش هيتلقى العناية الكافية فهيطلع غير سوي او عنده قصور من الجوانب سواء الجوانب العاطفية او النفسية او الادراقية والتفاعلية لها حاجات كتير تمام فاعتقد لتو اصح ولكن no because he can't work and help here لانه because he لا يستطيع ان يعمل ويعتني بها انا بقول الطفل الامة هي اللي بتكلم عنها هي مش عنه هو يبقى رقم b هي اللي صح الطفل هو اللي هيدفع الفطورة اخر جملة معايا يا شباب بقولك هنا the expression اللي هو التعبير ده اللي هو اقولك mechanical rather than warm hearted اللي هو ده يعني mechanical اللي هو ميكانيك اللي هو جسدي تمام او اللي هو اه ميكانيكي بدلا من ان يكون ودود ويعتريه الكثير من اللطف والحب تمام اه in the last paragraph shows that بتبين ايه شباب the infants infants دي عن الاطفال الرضع are treated kindly in nurseries يتم تعاملهم بلطف وودوا في الحضانات طبعا نفيش الكلام ده mothers suffer and taking their infants to nurseries الامهات بتعاني في اخذ الاطفال الى الحضانات طبعا لا the infants don't have real love in the nurseries اه بقولك هنا الاطفال الرضع او الاطفال الصغار يعني لا يحظون اه بالحب الحقيقي اه هو ده بقى اللي معناها warm hearted لا يحظون او لا يستقبلون او لا يتم منحهم الحب والعاطفة والحنان المطلوب ما تلاقيش الكلام ده في الحضانات طبعا the nursery is ask for more money than they deserve الحضانات بيطلبوا مال كتير اكتر مما استحقوا ما بتكلمش عن الموضوع ده هي هتبقى دي يا شباب تمام هي هتبقى دي اللي صح تمام القطعة التانية بتتكلم عن اه نوع من انواع الغزلان بنسميه اه لحظة كده اه اللي هو الغزلان تمام بيكلمك عنهم وانه هما يعني مش الظرافات بس اللي بتعرف تاكل من الاشجار العالية لا بيقولك برضو النوع ده من الغزلان بيقف على رجله الخلفية يعني او اللي هي الاقدام الخلفية وبيطول اللي ايه الشجر وبياكل الحاجة كلها تمام وبيقولك ان آآ الاناس بتعيش لوحدها مع الزكور العزبة يعني الزكور اللي لسه صغيرة والذكور الكبيرة البالغة بتعيش في منطقة بعيدة وطبعا بتجتمع بالاناس وبيحصل العركة بينهم عشان التزاوغ وكده تمام وبيقولك انه ليهم كلمة اللي هما المفترسين في حيوانات بتفترسهم اللي هي مسلا قالك هنا اللي هما المين الفهود النمور وهنا اللي هما الكلاب البرية والجوغلز اللي هو حيوان ابن اوى اللي هو زي التعلب ده تمام وبيقولك اللي هما هنا الحتة دي بيتواصلوا ازاي واللي هما يعني بيتواصلوا عن طريق الاصوات بيتواصلوا عن طريق الاصوات و آآ اللي هم اصوات معينة كده بيتواصلوا بيها تمام اصوات مسلا بيتواصلوا بيها مع بعض اللي هما يكون في ود و كده اصوات لما بيحذروا بيها بعض اللي هما بيعملوا صوت معين اللي سمع افلا موسائقية كده يارى في الكلام ده تمام آآ المساء محمد وكمان يا شباب بيقولك ما بيشربوش مية كتير لان بيعتمدوا على المية او على رطوبة جسمهم حتى بتاعة بيعتمدوا على بيعتمدوا على رطوبة جسمهم من ايه من الطعم اللي هما بيكلوهم دي كانت القطعة قلت اقولها لك يعني بشكل سريع كده عايزك انت بقى بطل تقرأها وتحلها واني يعني تقريبا قلت لك كل حاجة فيها تمام ما زمن حاجة دل فيها قلتها لك تمام عايزك انت تحاول مع نفسك وتحاول تحلها اقرأ الاسئلة الاول وبعدين انت ايه شباب اه ابدأ حل بقى ان شاء الله تمام اشوفك على خير والسلام عليكم ونحمة الله وبركاته